هذا يدحعنا سمح الشيخ بإلحاح إلى السؤال عن أمكانية البحث في موضوع النقد بدل الطعام انطلاقا من حكمة الكفارة فقد كان معاذ رضي الله عنه يطلب الثياب غيرها من أهل اليمن بدل الإطعام ويقول هو أنفع لأهل المدينة لماذا لا يمكن أن تكون هذه الفكرة المقاصدية في عصرنا اليوم نعم لكن يعطى النقد لأجل أن يطعم بهذا النقد لأجل أن يأكل بهذا النقد لا يعطى النقد وإنما يعطى مقدار ما يكفيه لطعامه هذا على رأي بعض أهل الألم طيب هل يمكن أن يقاس عليها تلبية لمتطلبات الحياة الأخرى كتعليم السياقة أو دفع مصاريف الدراسة أو شراء تذكير السفر المريض يعطى مقدار ما يكفيه لطعامه هو يتصرف من بعد كيف مشى سيما بعد ترجمة نانسي قنقر